رئيسة لجنة السكن والتعمير بالمجلس الشعبي الولائي بالعاصمة صباح الخير سيدتي صباح الخير شكرا لاستضافة شكرا لك بداية سيدة زكية خراس نتوقف عند أخر الإحصائيات اللي صرح بها ولي العاصمة بالأمس تحايل تزوير من أجل حصول على ملفات السكن هنا الحديث يقودنا إلى كيفية عملية دراسة ملفات السكن كيف تتم؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم نشكر قناة النهار اللي راهي سلطة تضوء على هذا الملف المهم للمواطن لازم يعني بعد ما جاء فيه الولي العاصمة البارح في خارجتنا يعني التفاقودية على المشاريع كان يعني أشار لهذه النقطة للملفات المزورة يعني كانت طعون في عدة مراحل تحت السكنات كانت فيها 18 ألف طعون دونك بعد دراسة الطعون الدراسة الأولى في الطعون تبدأ في المقاطعة الإدارية وبعد تروح للجنة الولائية تحت طعون وبعد دراسة يعني ما لقى الناس داوا سكناتهم وسكنوا يعني تحقيق كمل مسارها وكان اكتشفوا تزوير في ملفات وتزوير في وطائق يعني وكان فيه تورط ما يقدرش المواطن يجيب هذيك اللاتستاسيون دون أن يكون هناك تواطئ وتزوير من قبل بعض المسؤولين دونك بعد اكتشاف هذا تحولوا للعادلة وهذا كما قال سيد الولي مقلص هذي العملية وين أنا رايحين بها يعني ديت لوجمو وغدوة ديت لوجمو في ولاية واحدة أخرى وهذا نشكر الرقمنا والعصرانات الإدارة ذوك الفيشي ناسيونال عاون بزاف الاحتيالات هذو ما يعني بانوا الناس اللي محتالين على العقارات ولي محتالين على السكنات غير قانونيين يعني ما عندهمش الحق في السكنات والرجي يدير براكة ويسكن ويدير تقارير ويدير يعني كوميسيون يخرجوا لي ويعطوا له السكن وهذا الشي اللي نشوف كثير من المواطنين يتساءلوا يقول لك أنا على رغم من مرور عدة سنوات يقول لك أكثر من 15 ولا أكثر من 20 سنة رأني بصدد إعداد هذا الملف في كل مرة ما نحصلش على سكن لكن على النقيد من ذلك نشوف بعض المواطنين اللي في بعض الأحياء القزديرية يقول لك عنده عام ولا حتى عامين لكن يجد نفسه ضمن لائحة المستفيدين من السكن هنا كذلك الأمر يختلف ويستدعي أنه لابد أن تكون هذا اللجنة تقف على أحسن ويرام حتى يتم حقيقة أنه السكن يكون لمستحقية كانت يعني فيه اللجنة خرجت درت إحصائيات من قبل ما فهمتش أنا كيفاشي واحد عنده عام ولا عنده شهر من اللي يسكن ويجي ويديروا يحصوه ويدخل في السكانات هذه خدمات على اللجان لجان الضوائر اللي راه يتخدم على هذا الملف كيف هو إحصائيات راه من 2012 يعني عيطولهم كين من 2007 كين من 2010 إحصائيات اللي دارت من قبل واش داروا في الضوائر؟ عاودوا عيطول السكانين يعني شافوا عاودوا دان إحصائيات يعني قالوا لهم فون كمبليتي لدوسيتاكم واحد عنده واحد كين اللي رحلوا كين اللي استفادوا من العدل كين اللي استفادوا من عدة الاختلاف السياسة كين يعني عاودوا استكملوا الملفات ما فهمتش كيفاش يعني تكون انزلاقات ويكون يقول لك واحد جاء البارح وسكن اليوم نون دونك هاد التصورات وهاد الاخر كين فيها يعني اللي عنده دلائل كين داروا طعون او نفو دولا كوميسيون دولا ولاية طب هل تم الأخذ بعين الاعتبار هالطعون لأنه هناك حوالي 18800 طعن تم قبول منها 1200 طعن طيب على أي أساس يتم قبول الطعن أو رفضه؟ يتم قبول الطعن على حسب يعاودوا التحقيق ويعاودوا يجب دول ملف تا المواطن هادك يعاودوا يجب دول يقول له كان يكون يعني طعن اللول ما جابش يعني نتيجة يعاودوا طعن تانية وتخرج اللوجنة وتعاود تحقق ويجب دول ملف على تحقيقات هادو لي قدروا قدروا يكتشفوا هات التلعوبات في الملفات طيب كذلك بالعودة فيما يتعلق بأكثر من ألفين وثيقة مزورة للحصول على سكن اجتماعي بالعاصمة تم إحصائها مؤخرا وكذلك والعاصمة قال عن طريق المتابعات القضائية تم تقليص من هذا الرقم لكن اليوم نجد أن المنتخبين المحليين وحتى بعض المسؤولين على مستوى البلديات هم من يتحملون مسؤولية هذا التزوير لخلي أي مواطن بطريقة أو بأخرى عن طريق تواطئ أي منتخب محلي يكون هناك تزوير في أي وثيقة كانت طيب اليوم على مستوى بلديات العاصمة لما يتم اكتشاف ملف أنه حقيقة فيه تزوير وهذا المواطن الذي استفد ممكن من سكن اثنين حتى ثلاثة لأنه إحصائية تقول في بعض المواطنين عندهم أكثر من ثلاث سكنات عن طريق التزوير الآن العملية كيف تتم؟ لا يقدروا يكونوا عندهم ثلاثة سكنات وكاين له فيش ناسيونال كاين يعني لا يقدروا يجبوا يقدروا يديه دو أو ترى فوق لا يقدروا يمكن يعني كاين فيه يكون الداء بعد التحريات راهم حتى المسؤولين يكونوا متابعين حتى المسؤولين المتورطين في هذا الإخفاق يعني وما خدموش خدمتهم وجابوا ناس وسكنوهم يعني كيما الليزان فاوريزي على الليجان اللي رامتما يعني فيه تواطئ يكون متابعة لوالي ما شارعه مراهوش يعني ساكت على هاد المسؤولين يتابعوا المواطن اللي دار ويتابعوا المسؤولين اللي راهم تواطئوا مع هاد العملية بس كله كان يكملوا هكذا لو كما راحتش للعادلة هاد القضية ما تفراش ما نكملوش والناس كاين بزاف اللي ما زال ملحقهمش الدور عندنا كيما قال شاكفة كيما هاد العملية 24 ماقدروش يكملوكا من الناس تترحل تعال أحكاين أحيان قصديرية كاين ناس قصبة كاين ناس تعد ديق راهو يعني خاصصا لهم 540 ساكن للناس اللي ساكنين في الأقبية في السطوح في الدير يعني دا شوية منه وشوية منه كل مرحلة ترحيل يحاول يعني الوالي يسييي يعني بوكساتيسفير أمبودت يعني كل مشاطر يعني المشاريع اللي كانت على مستوى العاصمة من خلال مشاريع مهمة توزيع السكنات يعني كانت هناك حصيلة جد معتبرة من توزيع عدد من السكنات اليوم بكثير المواطنين نسجل فترة تانيك فترة قصيرة 2014-2018 يعني رأنا داخلين في 2019 يعني فيه سكنات سلمة يعني رقم معتبر بغفو لزاني ليفاتو طيب كذلك نقطة أخرى لما يتم الكشف عن تحايل أو تواطئ في خصوص ملف سكن اجتماعي بالعاصمة عملية الاسترجاع كيف تتم؟ بلا أنه الشخص اللي راح تورط بالتزويل أكيد ستكون هناك متابعة قضائية متابعة قضائية استرجاع السكن كيف يتم؟ بالعدالة حتى تخرج يعني الوثيقة بالعدالة باش تعطي الحق للولاية بهذه الوثيقة باش يروحوا الولاية المكلفين بهذا القطاع باش يسترجعوا السكنات للدوها طيب بالعودة كذلك لحصلة السكن على مستوى العاصمة أزيد من ثمانين ألف سكن تم توزيع أخرى الفترة الأخيرة طيب العملية هل هي مستمرة؟ لأنه في كثير من الناس ما زالوا يتساءلوا حتى المواطنين لم يستفدوش من سكنات اجتماعية يقول لك متى يأتي الدور علينا؟ العملية ليست حبست في هذه البرحة الأربعة وعشرين العملية مستمرة وهذا على حسب نقوله المشاريع اللي راهي طور الإنجاز عندما تتمم هذه المشاريع تتمم يعني ما نقدروش نعطيه يعطيه الولي كنا البرحة أستاذة الأولوية للحديث